في الأولينا الأخيرة كثرت كما تعلم الهجمات والاستهدافات سواء على مطاعم أو حتى علامات تجارية تتبع وتعود لوليات المتحدة الأمريكية هذا الاستهداف يكون عبر تحطيم محتويات المكان أو حتى تفجيره بعبوات محلية الصنع ما سبب هذه الهجمات برأيك وإذا ما صح اليوم ربط هذه الهجمات بالحرب على غزة فالحرب على غزة لها ما يقارب من ثمانية أشهر ما سبب هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا جماعة مشاهديكم الكرام وحيا الله كاذا القناة كم المحتمل يعني الحقيقة أن أقول أنه ردود أفعال فعالية غير محسوبة ومن يقوم بهكذا أفعال ربما هي عملية تنصل من مشروع نصرة فلسطين المحتلة إذا عرضنا أن ننصر أبناء فلسطين المحتلة ليس بهكذا السلوء أولا نحتاج أن ندعمهم بالعدة والعدد وإيضا نقدم لهم الدعم اللوجستي والاستقرار الأمني بالأراضي العراقية هو جزء من خدمة فلسطين والقضية الفلسطينية لأنه كان هناك نوايا لدعم حكومي أو دعم مدني أو دعم عسكري أو دعم من المقاومة للقضية الفلسطينية فذلك يجب أن يكون الوضع الأمني بعرض العراق مستقر أمنيا وبالتالي المقاتل حينما يذهب لنصرة أبناء فلسطين مطمئن على أبناءه وعلى عائلته وعلى بيته وعلى أفراده السبطة لكن في ظل وجود فوضى أمنية أعتقد أن العملية هي عملية تنصل من القضية الفلسطينية ربما البعض لا يحسبها جيدا وربما البعض جهات تدفع لإثارة الفوضى بالداخل للتنصل من نصرة أبناء فلسطين أي منهم أقرب سيادة العميد أي من هذين السيناريوهين أقرب هل هي ربما تصرفات عفوية من مواطنين عراقيين نصرة لما يحصل في فلسطين أم أن فعلا هناك جهات منظمات تدفع هؤلاء الذين ينتمون إليها للقيام بمثل هكذا أفعال تزعزع الأمن الداخلي العراقي يعني حقيقة أنا راح سيبها من وجهة نظر تحقيقية أقول أنه من يقوم بهكذا أفعال هو ليست ردود أفعال فعالية وإنما هي عملية من أظمات تقف خلفها جهات وربما هذه الجهات انتقات بعض الشخصيات للقيام بهكذا أفعال يعني هي عملية توجيه من جهات معينة لأناس وطنيون استغلت وطنيتهم وحبهم للعراق وحبهم لأبناء فلسطين وأيضا اندفاعهم باتجاه القضية الفلسطينية يعني من يقوم بهذا أفعال هو نوايا خيرة ونوايا طيبة لكنه ربما الجهة التي دفعته للقيام بهكذا أفعال رديها مآرب أخرى هنا لا نشكك في جزئة معينة لكن نقول أنه إذا أردنا أن ننصر أبناء فلسطين فيجب أن نحافظ على وضع الأمن الداخلي بالعراق أولا ثم نحافظ على أبناء الأجهزة الأمنية العراقية الآن نحن وضعنا أبناء الأجهزة الأمنية العراقية بين مطرقتين مطرقة الواجب ومطرقة التصادم مع أبناء العراق لذلك نقول أنه ضبط النفس بالنسبة للأجهزة الأمنية وهذا ما تدربوا عليه وننحني لهم إجلالا وتقديرا واحترام على أنهم لم يقوموا بإطلاق النار على الذين قاموا بأحداث فوضوية لهذه المصالح أو ربما المطاعم لأناس مدنيين بسطة يحاولون العيش الكريم بأساليب متنوعة أو أساليب مشروعة وقانونية لذلك نقول حينما يستخدم رجل الأمن ضبط الأعصاب وبالتالي يعتقد أنه سيقاضى ويحاسب لكنه فضل أن يقاضى ويحاسب على أن يتصادم مع أبناء جلدته فهذا معناته على درجات الانضباط والالتزام والاحترام لذلك نقول على معالي وزير الداخلية المحترم أن ينظر إلى أبناء الوزارة بعين حقيقية وعين العطف لأنه لا يجب أن يعاقبوا مثل هكذا ناصبا بل يجب أن يكرموا هم ليسوا قاصرين ولا أعتقد أنه أبناء وزارة الداخلية قاصرين على التصادم مع هؤلاء لكنه أثروا بأنفسهم أن يقتلوا طيب جميل واضح سيادة العميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر